موسيقى موسيقى مشاهدين أسعد الله أوقاتكم بكل خير إليكم الأحوال الجوية المتوقعة في البداية انخفضت درجات الحرارة نهار هذا اليوم الأربعاء عما وصلت إلى عن يوم أمس حوالي درجتين مئوية هذا وسط واصل درجات الحرارة انخفاضها التدريجي خلال الثلاثة أيام القادمة أما الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هناك انخفاض على درجات الحرارة أيضا ارتفاع على نسبة الرطوبة في الجو بعد منتصف الليل بيكون الجو تقريبا يميل إلى البرود قليلا بيكون صافي يميل إلى البرود قليلا الحرارة الصغرى بحدود 13 درجة مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة يوم الجمعة انخفاض واضح وملموس وكبير على درجات الحرارة تعود درجات الحرارة لتصل حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة معدل حرارة العظمى في عمان في مثل هذا الوقت من السنة هو 22-23 درجة مئوية نتوقع أن تصل العظمى غدا بحدود 23 درجة مئوية أيضا غدا الجمعة تنشط الرياح بحيث تكون مثيرة الغبار والأتربة خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة حرارة العظمى المتوقعة 23 والصغرى 14 درجة مئوية يوم السبت انخفاض آخر على درجات الحرارة أيضا مع رياح نشطة وظهور السحب على ارتفاعات مختلفة تتهيأ الفرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر أحيانا وفي فترات محدودة خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة العظمى بتكون بحدود 21 درجة مئوية هي أقل من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة الصغرى بتكون 11 درجة مئوية يوم الأحد انخفاض آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح درجات الحرارة أقل من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة ما بين 4 إلى 5 درجات مئوية أجواء باردة نسبيا غائمة جزئيا في فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر في أماكن متفرقة العظمى بحدود 18 درجة مئوية والصغرى 9 درجات مئوية إذن ملخص للأحوال الجوية المتوقعة أول شيء هناك انخفاض تدريجي على درجات الحرارة اعتبارا من الآن وحتى يوم الأحد بإذن الله يومي الجمعة والسبت في رياح نشطة بتكون مثيرة للغبار خاصة يوم السبت بيكون أشد وبالتالي بيكون هناك إثارة للغبار أكثر خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة وهذا يؤدي طبعا إلى تدني مدى الرؤية الأفقية يوم السبت والأحد هناك فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر يوم السبت خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة يوم الأحد بتركز أو احتمالية سقوط الأمطار بتكون في المناطق الشمالية قد تصل إلى بعض المناطق الوسطى مشاهدينا هذا كل ما لدينا حتى الآن من طقس العرب نحييكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر